ينضم إلينا أيضا من إربيل الخبير العسكري لواء المتقاعد محمد الهماوند مساء الخير أهلا بك معنا سيد محمد فيما يتعلق بآخر تطورات عسكرية بستراتيجية داعش سياسة المتابعة التي تطالما اعتمد عليها هي القناصة التي تحدث تقرير عنها وعن ضحايا قناصة داعش تأثيرها بالنسبة لداعش ما تأثير استخدام القناصة خاصة بأنه يحكى دائما من قبل خبراء العسكريين بأنه لا تأثير لها عسكريا لا تفيد التنظيم طبعا داعش في مرحلة الأخيرة في أنفاسه الأخيرة في محافظة الموصل كان يستخدم بأكثر عملياته العسكرية وهي القناصة وذلك لضرب القوات المشتركة العراقية وكذلك لضرب المدنيين الذين يحاولون أن ينجون من المكانات التي تواجد فيها داعش أو يأتون إلى مناطق المحررة طبعا القناصين لا أقول له دور المهم ولكن يمكن أن هذه القناصين أن يعالج من قبل القوات المدربة أو القوات الخاصة ليمكن كيفية معالجة هذه القناص ولكن أنا أجد وفي نظري خاصة في المراحل الأخيرة لتحرير المدينة الموصل كان هناك ارتباك أو المعركة أشاهده بنظري مرتبكة وذلك لوجود عدد أساسيات والخلافات الموجودة التي يؤثر إلى تحرير هذه المدينة منها حيث نجد أن منها الخلافات العسكرية وإعادة الخلافات السياسية وكذلك المسألة الإنسانية وإعادة الخطة العسكرية ما هذه الخلافات التي تتحدث عنها إذا ما تحدثنا بغض النظر عن خلفية ما يحدث ما وصلت إليه الأمور عسكريا موضوع جامع النوري موضوع مدينة جامع النوري كونها خالية من داعش اليوم كما أظهرت صور حصرية لنا إلى أي درجة هذا التقدم مهم؟ ماذا بعده؟ إلى أي درجة يعد تمهيدا لمرحلة أسهل للقوات العراقية طبعا التقدم الجيش العراقي أو تقدم القوات المشتركة العراقية كان تقدم البطيء ما نشاهده في المرحلة الأخيرة في تحرير هذه المدينة وكذلك ليوجود أدد الأسباب وكان سابقا الجيش القوات المشتركة والجيش العراقي أكثر شيء يعتمد على القوة الجوية وكذلك الطيران الجيش لمعالجة الهداف العسكرية حيث أن مهامه أكثر أقول من 60 إلى 70 مهام للتحرير المناطق كان يعتمد على طيران الجيش أو على قوة جوية ولكن في الآمنة الأخيرة نجد خاصة عندما أصبحت الضحايا في هذه المدينة بسبب القصف الجوي غير مركز حيث انسحبت أو قلت قصف الطيران أو القوة الجوية صحيح بسبب الخوف والحرص على المدنيين ولذلك نجد أن استفسار أخير نعم ولكن نجد أن القوات أعذرني بس انتهى وقت الحجز بس استفسار أخير ساعات قليلة تفصلنا عن الموصل قديمة ثمت المراقبون يتحدثون عن هذا الموضوع هذا ما نقله لنا أيضا مراسلنا وسام يوسف ما رأيك بهذا الموضوع؟ نعم الموضوع حول بلاز أحمد إذا تكرر السؤال نعم لمعركة الموصل القديمة من المشهد على الأرض العسكري والتحركات العسكرية نتحدث عن ساعات أم نتحدث عن فترة أطول لاستعادتها والله أنا برأيي لا يمكن أن يتحكم بالموعد المقرر أو المحدد ولكن لا بد أن يتحرر هذه المدينة ولكن يجب أن يراعي العسكرية يجب أن يراعي في القوانين العسكرية عدد المشتركات الموجودة منها المسألة الإنسانية وكذلك حول تحقيق الأهداف العسكرية وكذلك الهدف في تحرير أو هدف في رصول إلى تحقيق هدفك العسكري ولكن نجد أن هذه الأهداف يسير بالبطء يسير بالبطء لعدم وجود القوات المدربة تدريبا عسكريا جيدة وكيفية معالجة هذه الأهداف خاصة بعد إرسال قوات أمريكية بتدريب القوات العراقية والمضي قدما بالمعركة وربما بوتيرة أسرع شكرا جزيلا لك من إربيل الخبير العسكري لواء المتقاعد محمد الهاموند شكرا لك على هذه المشاركة شكرا لك